فمعنى أن الله لطيف أنه بر بعباده يتداركهم بالخير أو بالفرج من حيث لا يعلمون أو من حيث لا يتوقعون أو يلطف به في شيء يحدث له ويتوقع منه خسارة كبرى ثم لا تحدث خسارة أو هو مظاهر في العباد يعني متعددة بتعدد من يتعرض للمشكلات من عباده وهم طبعا يعني عدد لا نهائي طبعا فمظاهر اللطفة مظاهر كبيرة جدا ويعني تتعلق بالإنسان تتعلق أيضا بالحيوانات ويعني ده من وإحنا أجنة نعم بالضبط فمن نسبة للإنسان هو العلماء ضربوا مسأل الأجنة ده وهو مسأل قوي جدا يعني مثلا يلطفوا بالجنين في بطن أمة وفي يخلقكم في بطن أمهاتكم خلقا من بعد خلقا في ظلمات ثلاث يعني سبحان الله يعني يخلق النور والفكر والقوة والتفكير من كائن ظلامي في الظلام في الرحم والسلمات الثلاث دي هي بطن الأم ورحم الأم وقالوا الغلاف الذي فيه الجنين وهو الذي يسمى بالمشيمة كمان يعني لا يتركه بعد أن يخرج من بطن أمة أو ينزل بطن أمة إنما يلهمه بأمور تحافظ على حياته وحتى قالوا إنه يلهمه كيف يلتقم تدي أمه حتى لو ولد بليل من غير تعليم ولا من غير تدريب وهو عيون مقفلة حتى لسه ما شفش حاجة أيضا لا يتركه في فترة الرضاع تنبت له الأسنان إنما يؤخر أنبات الأسنان هذه الفترة لأنه لا يحتاج إلى الأسنان في اللاب وإلا لو نبتت له الأسنان طبعا وهو لا يستطيع أكل الطعام في هذه الفترة النتيجة إيه؟ النتيجة أنه هو أي حد أو أي شيء حيرضعه حيقضعه فهذا لطف أنه يؤخر الأسنان دي إلى فترة معينة حين يحتاج للطعام مش حين فمعه شغل الرضاع عايز أجهزة وآلة يتعامل بها مع الطعام هنا تنبت الأسنان وحتى في الأسنان قالوا أنه لا ينبتها على نمط واحد إنما ينبتها نمط يعني فيه أسنان عريضة للطحن وفيه أنياب للقطع وفيه بيسموها الثناية يعني الأسنان الأمامية دي برضو للقطع من قطع الطعام وبعدين فيه طحن وبعدين فيه وتعهدوا حركة اللسان في أنه يعني ده يقلب الطعام في داخل ده الخلاط ده بالظبط ده يعني يودد من هنا على شكل شوية اللي مدغات سيوديها للمدغ وهكذا هذا لطف فعلاً يعني إحنا ما مفكرش فيه لكنه لطف لطف لولا هذا اللطف ما وجد يعني ما وجدت نسمة حية على هذا الكون ترجمة نانسي قنقر